والآن نرحب المهندسة أما المبادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للأعقاد الذهنية وعضو الاتحاد الدولي فيرتس بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم صباح الخير صباح ننتظره كل عام وينتظره معنا الملايين من الوطن العربي فقد أصبح هذا اليوم شمسا للطاقة الإيجابية للحب للصدق تشرق فيتطلع إليها الجميع آملين أن ينالهم نصيبا من دفئها ونورها وبركة اليوم السادة الحضور هل تعلمون ما هي أول علامة للحضارة في تاريخ الإنسان؟ إنها الرحمة مساعدة شخص ما على تجاوز مصاعب الحياة هي نقطة البداية للحضارة وقد أثبتت مصر إنها بلد الحضارة ونحن اليوم مع القادرون باختلاف نثبت للعالم إن الرحمة والمسئولية المجتمعية هي جزء أصيل من معدن الشعب المصري ورئيس الشعب المصري فلقد فتحنا قلوبنا للعدل والإنسانية ونقف شامخين بجانب الحق أينما كان فليشد كل منا من أذر الآخر لنتقطى الأزمات فلن نيأس ولا نقف بل سنتعلم من القادرون باختلاف التحدي المثابرة التغلب على الظروف والنهوض من جديد معك سيادة الرئيس نحقك إنجازا يوما بعد يوم فلقد قدمت الكثير والكثير لهذا البلد ولكن ما قدمته لقضية الأشخاص دوي الإعاقة من إنجازات ومكتسبات فسوف يجزيك الله عنه خير الجزاء إن شاء الله فقد أنصفتهم خرجت بهم من ظلمات التجاهل والإنكار إلى إثبات وجودهم وحصولهم على حقوقهم لذا فبالنيابة عن الملايين من القادرون باختلاف وذويهم بقول لسيادتك شكرا دول زويهم فخامة الرئيس اللي بيقولولك شكرا حملت أماناتنا وأديتها وما ذلت تؤديها وما ذلنا ننتظر من سياداتكم المديد بإذن الله للاتحاد المصر الرياضي للإعاقات الذهنية والذي أشرب رأسته تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة إنجازين مميزين مش أنا اللي هاعلن عنهم اللي هاعلن عنهم أبطال الاتحاد بأنفسهم في الجزء الثاني من الاحتفالية وأخيرا الحضور الكريم أسألكم ونفسي هل لبلدا خرج منها ملايين الملهمين في جميع مجالات الحياة وقال عنها المولى عز وجل في كتابه الكريم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين هل لها أن تخشى غدا أو حاضرا أو مستقبلا لا والله نحن آمنون إلى يوم يبعثون هذا وعد الحق ونحن به مؤمنون تحيا مصر دائما وأبدا شكرا شكرا